رحيم طلاب السنوية العامة اهلا وسهلا بكم ان شاء الله هنتكلم معكم النهوضة عن دفس مهم وده بيمهد لدفس اهم منه يعني الدفس ده اسمه المفعول المطلق هنقعف بس انواعه وهما تلت انواع وبسيط جدا دفس ده ان شاء الله هنفهمه بسهولة الدفس اللي جاي ده بقى اللي بعد ده ان شاء الله النائب عن المفعول المطلق وده دفس جديد عليكم بس مهم جدا لانه بيجي بنسبة كبيرة جدا في امتحانات السنوية العامة نبدأ بقى في موضوعنا النهوضة وهو المفعول المطلق احنا كنا اخدنا المفعول المطلق قبل كده في السنوات السابقة وعايفين المفعول المطلق ده عبا عن ايه هو بيكون لبساطة كده كلمة مأخوزة من لفظ الفعل وبيكون منصوب سواء بقى منصوب بالفتحة او منصوب بالقصة لهو جمع مؤنى السالم او منصوب بالياء وسعاد بنطلق عليه اسم المصدق يعني يقول لك استخد مفعول مطلق او استخد مصدق الاتنين بمعنى واحد نشوف بقى المفعول المطلق انواعه بيكون ايه عندنا ثلاث انواع مبين للنوع ومؤكد للفعل ومبين للعدد نشوف اول نوع معانا اللي هو مفعول مطلق مبين للنوع هنعرف ازاي ان المفعول المطلق اللي قدامنا في القطعة ده نوعه مبين للنوع هيجي بعضه على طول في الجملة مضاف اليه او نعت النعت اللي هو الصف الاتنين بمعنى واحد يبقى احنا دلوقتي خلاص استخدنا مفعول المطلق عايزين نشوف نوعه طب اول حاجة في الانواع معانا انه يكون نوعه مبين للنوع طب نعرف ازاي ان هو مبين للنوع هيجي بعضه في الجملة يا اما مضاف اليه يا اما نعت نشوف مثال معانا كده بيقولك ايه نحتام العلماء احتراما عظيما العلماء اه نحتام ده الفعل فين المفعول المطلق فين الكلمة اللي مأخوزة من لفظ الفعل احتراما يبقى احتراما ديت مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتح نوعه ايه مبين للنوع طب ليه انت قلت عليه مبين للنوع لان جي بعده نعت اللي هو عظيما نحتام العلماء احتراما عظيما صفة الاحترام ان هو ايه ان هو عظيم يبقى عظيما ديت ايه نعت يبقى دلوقتي انا عرفت المفعول المطلق اللي هو كلمة احتراما ادفت حاجة ان نوعه مبين للنوع لان جيه بعده نعت نشوف المسال اللي بعده انتبه انتباه المحب انتباه ديت ايه مفعول مطلق ليه مفعول مطلق لانها مأخوزة من لفظ الفعل اللي هو انتبه طب المفعول المطلق ده نوعه ايه مبين للنوع عرفت ازاي انه مبين للنوع جي بعضه مضاف اليه وفن المضاف اليه ده كلمة المحب مضاف اليه مجرور على مجرور القص عرفت ازاي انهي مضاف اليه احنا عندنا كلمة نكرة اللي هي انتباه وجي بعدها كلمة معرفة اللي هي المحب لو لقيت كلمة نكرة وجي بعدها كلمة معرفة والاتنين بيكملوا معنا بعض ما اقدرش يستغنع عن واحدة منهم في الجملة يبقى الكلمة التانية اللي هي معرفة دي اليف غلام او معرفة بالضمي مضاف اله? يبقى انت دلوقتي عندك كلمة نكرة. وجيب بعدها كلمة معرفة? الكلمة اللي هي معرفة ديت بيكون مضاف اله? يعني دلوقتي كلمة المحب مضاف اله? وانتباه مفعول مطلق. عشان كده قلت على المفعول مطلق ده مبين للنوع. لان نريه بعده مضاف اله. كده احنا خلصنا اول نوع معانا اللي هو مبين للنوع نشوف النوع اللي بعد كده اللي هو مفعول مطلق مؤكد للفعل. انت عرفت خلاص بتجيب ازاي المفعول? المطلق قلنا لو جيب بعضه مضاف اليه او آآ نعت يكون نوعه مبين للنوع. طب لو ما جاش بعضه مضاف اليه ولا نعت. يكون ايه? يكون مؤكد للفعل. زي النوع التاني ده. اكرامته اضيف اكراما. اكراما ديت مفعول مطلق. هل جيب بعضه نعت? لا. هل جيب بعضه مضاف اليه? لا. يبقى ده نوعه مؤكد للفعل. المثال التاني. فرحة المؤمن لاخيه فرحة. فرحة التانية ديت ايه? مفعول مطلق. لانها مأخوذة من اللفظ الفعل الاولاني اللي هو فرحة ده. طيب هل المفعول المطلق ده جيب بعضه مضاف اليه? لا. ولا جيب بعضه مضاف اليه? ولا جيب بعضه نعت. يبقى نوعه مؤكد للفعل. ده كده النوع التاني بكل بساطة. ندخل على النوع التالت والاخير معنا اللي هو مبين للعدد. المبين للعدد ده بتلاقي المصدر اللي هو المفعول المطلق مسن او جمع. وبيدل على العدد. ما اكيد طالما هو مسن او جمع. هيدل على العدد. نشوف مثال كده. زيارت ومدينة القرصر زيارتين. زيارتين ديت اللي هم اتنين. يعني دي مسنة. طب هي زيارتين ديت ايه هنا موقحها? مفعول مطلق. منصوب علامة نصبه الياء. لانه مسنة. وعيفت ازاي نهان مفعول مطلق مأخوذة من لفز الفعل اللي هو زوته. طب نشوف المسال التاني. احتفالنا بفوز المنتخب المصري احتفالات. احتفالات ديت مفعول مطلق. منصوب علامة نصبه ايه? الكسرة. ليه الكسرة? لانه جمع مؤنس سالم. احتفالات ديت جمع مؤنس سالب. عشان جمع مؤنس سالم علامة النصب بتاعه بيكون الكسرة. طب انت عرفت ازاي ان احتفالات ديت مفعول مطلق مأخوذة من لفظ الفعل اللي هو احتفلاء اللي هو احتفلنا ده يبقى احتفلات مفعول المطلق منصوب علامة نزب وعلامة نصبه القصر لانه الجمع مؤنس سالم وطالما هو جمع يبقى نوعه مبين للعدد يبقى احنا دلوقتي بكل بساطة المفعول المطلق عايزين نحدد نوع بتاعه لو لقنا مسنة او جمع يكون نوعه مبين للعدد طيب لو لقينا جي بعضه مضاف اليه او نعت بيكون نوعه مؤكد للفعل طيب مثلا لو احنا لقينا لو لو مجاش بعده اصده مضاف اليه او نعت يكون مؤكد للفعل طب لو جي بعضه مضاف اليه او نعت بيكون ايه مبين للنوع ده كده كان الدرس النهاردة بكل بساطة الدرس القادم ان شاء الله ده المهم جدا وهو النائب عن المفعول المطلق وده هنركز فيه وهيكون اطول من الدرس ده عشان هو الدرس مهمة اتمنى الفيديو ده يكون للاعجابكم واللي بسمعنا الاول مرة اذا اشترك في القناة بالضغط على اشتراك او الموجودة اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وباكاته